حقيقة كما أشرت حفظك الله أن الفرح الغامر لا تخطئه عين مراقب ولا محلل في شرق الدنيا وغربها في طول الأمة وعرضها ولذلك أسباب كثيرة جدا من هذه الأسباب أن الأمة في العقد الأخير أصبحت تعيش يأسا وإحباط وحزيمة نفسية صحيح وكانت في حاجة إلى من ينتشلها من هذا اليأس وهذا الإحباط وأسباب هذا اليأس وهذا الإحباط الذي عاشته الأمة تكاثرت مثلا في غزة ضربت عدة مرات وما زالت تحاصر من عشر سنين سوريا قتل فيها مئة الآلاف وهجر الملايين ودمر بلد بأكمله العراق فعل فيه ما لم يفعله التتار اليمن بوابة الحرمين أصبحت تعيث فيها فسادا الصفوية الفارسية العنصرية البدعية الغالية اندفع أجزاؤهم من شباب الأمة المتحمسين إلى تيارات غالية عدمية وهم لا يطيقون ما يرون لأنهم لم يجدوا لم يجدوا بدائلة الأمة كلها أصبحت تعيش يأسا فعاد بعضها يأكل بعض فأتت هذه المبادرة المباركة كالرافعة يا سلام انتشلت الأمة من هذه الوهدة وهذا الوحل اليائس المحبط فتداعت الأمة من كل مكان صحيح استجابوا له روابطها العلمية علماؤها مجاميعها جماهيرها حقيقة لم أرى من شذ عن سوادي جمهور الأمة إلا إما أصحاب أجنالة خاصة أو أناس من بقايا إحفورية لمنظمات يسارية لها موقف معين من الإسلام ومن المملكة وانضبت إلى إيران ودخلت يساريتهم اتسعت لها عمائم الصفوية فهذا أحد الأسباب السلاب الآخر حقيقة أن العلماء والنخب ذو البصيرة من الأمة أصبحوا يشعرون بالخطر الحقيقي صحيح على الحرمين الشريفين نعم فمن الشمال قاسم سليماني محرص في العراق نعم ومن الجنوب الحوثيون نعم ويهددون ويزبدون ويرعدون علنا صحيح واستخفوا بكل شيء في الإيمان قبائلها دمروها ضباطها الشرفاء قتلوهم معسكراتها فجروها جامعاتها نهبوها مساجدها دمروها وأصبح التهديد صباح مساهم صحيح فأصبح العقلاء يخافهم ويخشون ويخشون أن تكون الأمة ده أخلت في بيات شتوي طويل صحيح فأتى هذا الحدث ليقول للجميع الأمة حية بإذن خصوصا أنهم تباهوا يا شيخ عوض على أقلع كلامك بسقوط أربع عواصم يتباهوا في الإعلام فشعرنا كلنا نحن كمثقفين ونخاب وحتى يعني مجتمعات وشعوب أنه فعلا خطر داهم ولا عدد يعني يوقف بهذا بالغرور جنرالاتهم يقتلون الآن في سوريا والعراق علنا سليماني يقود المعارك علنا هادي العامري يقول سمعته بأذني يقول المفترض أن ينصب لقاسم سليماني في كل محافظة عراقية تمثال فأصبح الوضع على مسؤولون رسميون في أعلى المناصف في إيران يقول لقد عادت بغداد عاصمة لدولة لدولة نعم وتنادوا بأن تكون جزء من الامبراطولية فبغداد عاصمة العباسيين صحيح ودمشق عاصمة الأمويين وبقية المدينة عاصمة الراشديين نعم فالأمر أصبح مخيف حقيقة صحيح ولذلك الناس تنادوا بهذا الإجماع غير المسبوق فعلا وانا أعتقد يعني أنه أولا توفيق من الله سبحانه وتعالى نعم للقيادة السعودية نعم يعني اجتماع الأمة بهذه الكيفية هو توفيق من الله سبحانه وتعالى نعم ولعل الله سبحانه وتعالى اطلع على سريرة لا نعلمها لمتخذ القرار من الصلق مع الله والحدب على مقدسات الإسلام نعم ودياره نعم فجعل له هذا القبول لقراره نعم وهذا التوفيق ترجمة نانسي قنقر